بسم الله وكفاء وسلام على عباد الذين استفى سلام عليكم ورحمته وبركاته سلام بعجالة وبفضل من الله وبركاته منه أتحدى قليلا عن عالم صغار خاصة نغف في فترة ليبدو منك في اللغة أنا أنصح كل من يعتني بهؤلاء أن يكون لطيفا مع هؤلاء وأن يفهم من حاجتهم خاصة أنهم مش ميل باش يعصيونها ولو فما فترة الله لنو سبيل باش أكس غير ذك ينفر غروحه معنا ويبدأ في بناء شخصية فيها شيء من إرادة ترجع إليه ومن اختيارات هذا صغيره فما الكبير كيف يتعامل معه ما يلوجله كان العطرة يقولوا نخذي تعليق ولا أكا ويش بيكا كلب بش بكذا وبالكم هذا ليس من نغة الإسلام أعنعنا الكرام هو من فرائد الأعمال ولي يكون أضعف مننا يكونوا أرفق به ونبينا عليه الصلاة والسلام دائما يقول سيروا على قدر ضعفائكم هادوكم داخلين على عالم يفهموه عالم اللغة المنطوقة ما نمش رشيد كبير فيها إلا بعد مدة ونعرف ونعلم النفس ليس بيين كل شر في الحصيلة اللغوية لتكون متميز بيها كل فصلة ذاك من العمر على كل حال من صغير ذاك من جريوه كان للعيوب سوى من كان في النطقي أو في الإخبار أو في تعامل القبلي ولا تعامل الصوتي والموسيق حاولوا صغير من خليوش في حرج معنا من خليوش يشرب اللي يكونوا هو آثم معنا ونعرف احنا الشعوب بالضم ينغس حياة الناس في الكبار وما رأيكم في عالم الصغار الميدان هذا الميدان النعوت اللي يتخلي الإنسان المكبل بالاتهامات الباطلة نراه مانا مليقش بنا احنا المسلمين احنا اولي الناس يقولوا حسنا وقال ربي سبحانه وتعالى وقول للناس حسنا ولي اولى بها الكلام حسنا ذايا هما استغرادوكم انا وقدش من مرة يجيوا للنسان يفهموه يفهمهم يجي قولوا له قل جتي انا ما اعملت كذا قل بابا انا ما قلت كذا ليش لانوا عبء اللي وضع عليه عالم الكبار ولا غير قابل للاحتمال يعني صغير ولا يلوج من يستعينو به باش يخرج مك المأزقة كمأزقة ثقة للمسؤولية بعيدو يبارك فيكم حاولوا اقوموا صغير با جا تطلب منك باش تقوم بالمهمارية امشي خذ بخاطر ولك تحصل لضعيف واحنا امه ترحم ضعيف ونحن كنا ضعفاء وربي صورة النساء يقول واخلك لنسى ضعيفا فلا لنسى ضعفنا طيب الغدس معينة فاذا كنسي من الضعف كانت كارثة ويقول اذا كمعاش يلقى واحد مننا مش مدلو يد المساعدة واعلم اذا كان الريح وبدام فميك يتحشوا بالعامية اروا موش بشي يفيدكم كامعة اروا من البيتين بلا وزيد الكيان الاسلامي هدما ولهذا رفقا بهم لوجه الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته